خليني اروح للأستاذ عماد دين حسين وانت في الحوار الوطني احد اعضاء مجلس الامناء والحقيقة زي ما بقول برضو لو احنا مش شايفين الناس مش شايفة تدعيات او نتائج او مخرجات الحوار الوطني كقرات لكن انا شايفة قدامي كحالة حالة حوار حقية خلت ناس ما كانوش بيعودوا مع بعض عادوا مع بعض ما كانوش بيتقوا بعض بدوا يطاقوا بعض ما كانوش ممكن يعني كل على طرفها النقيد لكن اعتقد انه داني انا شخصيا فرصة ان ابقى اثق انه في مساحات مشتركة بين الجميع يمكن ان يبنى عليها يعني ما يبدو في الصورة العامة من بعيد انه مستحيل اعتقد انه الحوار الوطني الا مش مستحيل ممكن كيف قرأت فكرة منقشة حرية رأيو التعبير في الروقة الحوار الوطني بهذا الشكل بالمناسبة انا يعني لم اكن يعني مستريحا لكثير من ما قيل لكن في نهاية هو حوار علي ان اقبل انه ده حالة حوار مبود انا طبعا شايف ان اللي حصل يوم الحد في الجلستين الخاصين بالمحور السياسي سواء في الجلسة الخاصة بدعم حوكمة الاحزاب ودورها او القضية التانية المهمة وهي حرية في لجنة حقوق الانسان الموضوع حرية التعبير في منتهى الاهمية وتقدير العام انه ما حدث رغم كل ما حدث هو شي مهم ومفيد رغم ان عدد كبير من الناس ممكن يختلفوا بدأ ليه لم يبع عندي قاعة في البلد الناس الفرقاء السياسيين من كل التيارات جايين وبيتكلموا وبتنقشوا بعضهم بيقول كلام ممكن نختلف معه تماما وبيقول افكار غلط بس بيتكلموا في حاجة في مكان في مصر وبعض الفضائيات المصرية وسائل العامة المصرية تنقله وجرات تتنقشوا وحضرتك تعمل ممكن على خلفية هذا الامر حلقة مهمة زي النهاردة ده شي في صالح مصر صحيح الشع الحزاب والمعارضة والحكومة والدولة والمجتمع وكل شي صحيح ده العق دي النقطة اللي أنا شايف أنا كتبت النهاردة في الشروع الحوار الساخن أفضل من عدم الحوار وكاتب بكرة على يعني بصدفة على هذا الموضوع فكرة أنه حرية الرأي نعم الحرية الرأي لا لانتهك القانون يعني باختصار شديد جدا لأنه ده اللي ممكن السؤال أنت سألت في المقدمة هل حرية الرأي تعني إطلاقا بس يبقى في حرية رأي نتفق أنه هو الأساس وحرية الرأي وحرية التعبير لأن هي زي ما قال الدكتور محمد هي الأساس لكل شي بدون حرية رأي وتعبير منضبطة وقانونية فيش أمل في أي شي فبالتالي الحوار الوطني بدأ وناس كتير انتخذت وقتها طول وخد وقت طويل وحاجات زي كده بس أنا أظن ربما تكون الحكمة بانت وقتها احنا عدنا حوالي ثمان شهور في إجراءات تنظيمية وقاعدية بس الواحد وعشرين عضو في مجلس الأمناء اللي هم جم من مشارب مختلفة يمين ويسار ووسط ومحايدين وخبراء انتهى الأمر الناس دول ما كانواش بيعودوا مع بعض ما كانش فيه حوار سياسي خالص ما كانش فيه أي كلام عن سياسة الحوار كانت السياسة كانت متيبسة تقريبا لظروف كتيرة منها تحديات الإرهاب والتنمية وحاجات كتيرة بس الناس قاعدوا اتكلموا تنخشوا تفهموا على حاجات كتيرة جدا لما تقعد انت القوى السياسية تقعد مع بعضها وتتكلم وتوصل لتفاهمات كتيرة جدا بالمناسبة تلتين التوصيات التي رفعت لليس الجمهورية من حوالي أسابيع قليلة توافق تام توافق القوى السياسية كلها بما فيها الحركة المدينية اللي بتضم حوالي 12 حزب رئيس كلهم وافوا عليه فبالتالي انت عملت إنجاز كبير ان الناس بدأت تتكلم في السياسة تقعد مع بعضها تتناقش وياخدوا بالهم إنه فيه قواعد أساسية حضرتك لما بتبتدي تتكلم مع أي حد يقولك عايزين نحل التعليم والصحة وفورا أوكي بس ما بتوح التناقش تحت غرفة واحدة طيب أخوانا هنجيب الفلوس دي منين الناس تبتدي تدرك إنه فيه حاجات كتيرة جدا تسبق التمنيات ده جزء عمل الحوار الوطني إن انت حتى وانت بتمارس حرية الرأي بتمارس حاجة في إطار المنضبط في إطار الواقع وبالتالي الناس بتوصل إلى تفاهمة المساحات المشتركة اللي هو الشعار بتاع الحوار الوطني أنا عايزة فرق بابين حاجة أساسية وهي أن يكون هناك انفلات حتى لو حصل أو تجاوز أو حماس من بعض الناس وهم بيتكلمون هذا أمر لا يزعجنا ومعليش إنه نقلق منه ليه أدينه واستنكره بس أول إنه الأساس هو إنه ناس تعبر عن حرية الرأي وبفيه إطار واضح ومحدد لحرية الرأي وهنا أنا عايز يعني أستأذنك في ثانية واحدة في حاجة اسمها العهد الدولي لحقوق الإنسان طبع ده المادة 19 أنا بسرعة جدا بتقول إيه لكل إنسان الحق في اعتناق أراء دون مضايقة لكل إنسان الحق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماث وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من جميع الأنواع ده ونمع اعتبار للحدود سواء بالقول أو الكتاب أو الطباعة وفي قال الفن أبي وسيلة أخرى يختارها تستدع هنا دي النقطة المهمة ممارسة الحقوق المنصومة عليها في الفقرة اثنين من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة وعلى ذلك يجوز إغضاعها لبعض القيود ولكن يجب أن تكون كما ينص عليه القانون وأن تكون ضروري إيه هي النصوص دي؟ ضبط احتلام حقوق الآخرين وسمعتهم حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأداب العامة المادة 65 من الدستور المصري بتقول نصر سطرية حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل إنسان الحق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتاب أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر هذه المادة اللي موجودة في مصر تقريبا موجودة في مرضى الدستات بس يا الفكرة هنا الفيصل هو أنا بطبقها إزاي المادة 16 في عهد الدول هي مادة عامة الجميع بيستهدي بهديها ده الأصل لا لا بيستهدي بالنص الأولين أنا جايلك كله بحطها في الدستير ماشي لو حرية و حرية رأيي ليه يقول لك الضوابط وقال أمن القومي يا عم تمام يقول له ده هو سمعيتي يقول لك سمعيلك مين يا عم بالزبط كده يعني هو هل هل معلش شباك خلينا أنا جايلك جايلي فيه أنا جايلك في الكامل أنا عايز مش في الموضوع الموضوع إنه أنا جايلك هل كل واحد يقول لك أنا عايز حرية رأيي قل له ماشي عم انت في إيه رأيك معمش رأيي ما أنا خليني بس سألني واحد أنت بتكلم عن النص الأول أنا بتكلم عن النص الأول وأنت في النص التالي فخلينا نوصل لتوفيق بين النصين اللي هو إيه الأصل إن أنا يبقى عندي إطار عام لحرية الرأي أمكن الجميع من حرية الرأي تمام ويبقى الجميع النص التاني اللي حظيناك بتكلم عنهم ولك كل الحق إنه يبقى عارف إنه فيه ضوابط وبالتالي لو أنا عملت ذا لو أنا طبقت ذا حقيقة هبقى ضمنت إن أنا مكنت التيار العام اللي بتكلم عنه دكتور محمد إنه يبقى فيه مساحة من الحريات الرأي مكفولة للجميع في إطار القانون والدستور وقيود على من يتجاوز بمعنى آخر وبوضوح شديد جدا أدي الحق لفي كل شخص إنه يعبر ومن يتجاوز أطبخ علي القانون لما جاء طبخ علي القانون بقى لا إحنا أول ناس نقول لك مش عارف دا الرأي وخنق الرأي الآخر وهو للأدب يعني واحد بيجتم يعني واحد بيجتم واحد بيجتمك إنت إنت أبل كنت تحرطت لاغتيال صحيح إنت عمال حسين تحرطت لمحاولة اغتيال مش اغتيال لأن إنت قدامنا هو الحمد وساعتها إنت تأزمت نفسي طبعا وحاولت ترد لكن إنت كان فيه اغتيال باسم الحرية في التعبير صح؟ نعم دكتور محمد كمال إنت عندك أفكار يا دكتور محمد والدكتور خالد والدكتور حلمي وكلنا كل واحدنا عنده قراء ممكن تكون منوائة للآخر بشكل 100% لكن حد قاله إنت بتقول إيه لأنه يقولها بشكل مهزب ما بيقولهاش بيفرضها بشكل فيه نوع من المصرغة وغائد اللي عدا تتكلمت عنها صح بس أنا ليه تحافظ صغير وهو البيئة العامة والمناخ العام هي اللي بتخلي بتخلي فيه انفلات وتجاوزها كلما كانت هناك ممارسة بيئة سليمة بعيدة حتى عن مواد القانون بالمناسبة لأن مواد القانون احنا اتفقنا في كل دول العالم الديمقراطية جدا والنص نص والمستبدة جدا كلها عندها المواد دي فبالتالي لا يشغني النصوص يشغني فقط في الأساس هو التطبيق كلما كان هناك إطار نقدر نعمله لحرية الرأي المنضبط والقانون بقطع الطريق على اللي بيتجاوز اللي حظة اللي بتكلم عليه وبالتالي الساعة ما أطبق عليه القانون محدش يزع عليه ولا حد يقول ان ده ظلم وده كذا 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 فأقدر هنا يبع عندي مكنت المجتمع ككل من تطبيق حرية الرأي والتعبير بطريقة منظمة ومنضبطة ودستورية وصحيحة وواقعية فلما ييجي التاني ده يطلع عن هذا الإطار محدش يسمى عليه وقتها كله يسمى عليه وكله يطلع عليه وكله يقول له انت بطل قومي وانت عظيم وكله بيتز بس وحنا بالنقش ده بكلم على الحالة مصرية الحالة المصرية لازم عندك وانت بتطرح حذر بتاع الجانبين اننا ضامن ان فيه هنا القانون والحالة العامة مطبقة فبالتالي هيقل التفاعل والتضامن مع النوع الثاني اللي حضرت بتصوله